السلام عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم لا بس اليوم جبت لكم الحلوة اللي حمرت لي وجهي مع ضيافي وزيد على هذا زاكية قطعة لي 30 حبة وكما راكم تشوفوا الجهاشة والذوب ذوابان وبلما نهضروا على البناء راهي تبان وحدها وقبل ما نبدأوا في الوصفة تاعنا ما تنساوش الاشتراك في القناة باش توصلوا دائما بالجديد تاع الوصفات وجامل الفيديو ومنطولش لكم على بركة الله نبدأوا في الوصفة تاعنا اذا اول خطوة بديت بها كما راكم تشوفوا راح نطلع برس قهوة اروما وما نحتاجوش بزاف شوفوا اللي يحبوا قهوة بنينا وريحتها شابة ما لكم غير بقهوة اروما وزيد على هذا ثقيلة والحلوة تاعنا اليوم راح يكون ذوقها مميز كما قلت لكم ما نحتاجوش بزاف ونحتاجوها بردا راح نخليها على جانب ومن جهة عندنا 250 قرام مارغارين ولازم تكون طارية بدرجة حرارة المطبخ نزيدوا لها كاس من السكر الناعم قياس الكاس المستعمل 220 ميليليتر ونصف ملاقة كبيرة لفاني ورشة ملح وصافار حبابيذ نبدأ نخلط المكونات هكذا بهذا الطريقة كما راكم تشوفوا الوصفة بتاعنا مكوناتها جدا بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة يعني تقدروا ما تستعملوش فيها الخلاط الكهربائي هنا بعد ما خلط المكونات مع بعضهم راح نزيدوا تقريبا ثلاثة ملايق كبيرة قهوة ونكمل نخلط هكذا كما راكم تشوفوا بهذا الطريقة يعني حتى تمتازيش مع باقي المكونات وهنا كما راكم تشوفوا نبدأ نزيد في الفارينة اللي كنت غربلتها اذا هذا الكاس اللول نزيدوا الكاس الثاني والكاس الثالث راح نزيدوه بالدفوعة يعني راح نزيدوه بالتدريج ونصف ملعقة صغيرة خميرة الحلويات يعني خميرة كيميائية ونبدأ نجمع في العجينة التاعنا هكذا باطراف الاسابع وبالنسبة للكاس الثالث تاع الفارينة راح نزيدوه بالدفوعة يعني راح نزيدوه غير بشوية حتى نجمعوا العجينة التاعنا ونتحصلوا العجينة متماسكة ولازم نديروها طريقة مشي ناشفا كما راكم تشوفوا نزيد في الفارينة غير بشوية اذا هذي العجينة اخذت لي 3 كليسان تاع الفارينة بالضبط وكما قلت لكم العجينة تاعكم لازم تديروها شوية طريقة مشي ناشفا باش كيتشكلوا الحلوة تاعكم ما تتكسرش العجينة معاكم اذا بعد ما جمعت لاجينة تاعي راح نغطيها بكيس بلاستيك الغذائي بيد منو جدوه الحشوة تاعنا باش ما تنشفش وبالنسبة للحشوة كما راكم تشوفوا نحتاجو كمية تاع الغرس يعني معجون الطمر وكما راكم تشوفوا الطري نزيدوه نصف كاس من المكسارات راح تديرو اللي كان مطوفر عندكم ما يهمش انا عندي شوية تاع لوز وشوية تاعجوز خلطهم ونصف ملعقة كبيرة مبشور ليمون شوفوا انا ما عنديش مزهر عوضت بمبشور ليمون انتوما اذا عندكم مزهر راح تديرو مزهر خير ونزيدو شوية طعقرفة وملعقة صغيرة زبدة ونبدأ نجمع في الحشوة نتعنا هكذا كما راكم تشوفوا بها الطريقة حتى نتحصلوا لحشوة طارية وكما قلت لكم لازم الغرس تاعكم يكون طريق اذا هنا بعد ما كورت الغرس تاعنا وزن كويرة 10 جرام والعجينة وزن كويرة راح يكون 25 جرام شوفوا باش نشكلوا الحلوة تاعنا نحتاجوه هاذ الادات اللي راني لبالي من توفره عند الجامع تحبوا تقطعو بها الخضراء اليوم راح نديلكم بها الحلوة اذا ناخذوا العجينة تاعنا راح نحطوها في شوية تاع الفارنة باش ما تلسقش من بعد اني بدا نضغط عليها هكذا كما راكم تشوفوا نضغطو شوية ماشي بزاف وما ترقوش بزاف العجينة تاعكم في هاذ المرحلة شوفوا البنات عليش قلتلكم لاجينة تاعكم نازم ما تديروها شناشفة باش كي نحطو فيها الغرس من بعد كي نضورها بها الطريقة ما تتكسرش وراح تشكلوا الحلوة تاعكم بكل سهولة هكذا كما راكم تشوفوا الطريقة بزاف سهلة وراح نكمل كامل نشكل الحلوة تاعي كامل بنفس الطريقة الطريقة كما راكم تشوفوا بزاف سهلة وشوفوا البنات هذ هي النتيجة اللي راح تتحصلوا عليها وشوفوا لي العجينة هناكي شكلتها بها الطريقة ما تكسرتش كي ما قلتلكم درت هالطريقة ماشي نشفة وهنا بعد ما كملت سنة والولا في هذه اللاحظات الفرن تاعي سخون سخنتم مسبقا الحلوة راح نطيبها في 180 درجة السنين حتى في الوسط الفرن نشعله من الأسفل وبعد ما تطابتلي كي ما راكم تشوفوا تحمرتلي من تحت وتحمرها خفيه فم الفوق بعد ما نحيها من الفرن نبدأ نرشعلها السكر ناعم ونشوفوها في شكل نهائي فيما بعد إن شاء الله وكان هذا هو الشكل النهائي للحلوة اللي حضرتها معكم اليوم كي ما شفتوا حضرنا حلوة سهلة ماهلة وبنينا بنينا بنينا بزاف وشوفونا نقسمها معكم كي ما راكم تشوفوا تقسمت بسهولة وكي ما قلتلكم العجينة هنا تجي هشة وتذوب ذوابين نتمنى إن شاء الله لوصفتها النهار اليوم تنال إعجابكم وتجربوها وانا متأكدة إذا جربتوها راح تجربكم بزاف بزاف وفي الأخير ما بقى لي غير نقولكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام مع السلامة